لكن خليني أقول وسط ده كله بقى وسط هذه الأزمات الاقتصادية وإيه المشاكل الاقتصادية يبقى أنه مصر بلد منورة بلد نورها لا يمكن أن ينطفق أبداً بل لعلي أقول ولا يمكن أن يتراجع أبداً ولا يمكن أن تفقد مصر آلقها وتألقها ولما عنها وبرقها ومجدها فيما يخص نورها وحضرتها وفنها وإبداعها أبداً ليه؟ لأنها مصر يعني لأنها مصر هذا الوطن الممتد في عمق التاريخ واللي مهما قلنا وتكلمنا عن أزماته ومشاكله وعلى واقعه الصعب وعلى يعني درجات كبيرة من الضيق والتضييق إلا أنه قادر هذا المجتمع على أنه يفجر يعني طيارات من نور طول الوقت بقول ده ليه؟ بقول ده ممناسبة رفاعة عيني للسماء ممناسبة أن مصر كلها علمت ومن لم يعلم فليعلم أنه فيلم بعنوان رفاعة عيني للسماء فيلم تسجيل مصري من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير بيكسب جائزة العين الزهبية في أسبوع النقاد في مهرجان كان العالمي الأكثر عالمية والأكثر شهرة في العالم في الكون وفي الكرة الأرضية فيلم مصري عن البنات دول عن بنات مصر العظيمات الرائعات المجيدات المبدعات المصريات يعني دما وروحا وقلبا وعقل الفيلم عن بانوراما برشا إيه برشا دي؟ إيه قرية الجميلة الرائعة سواء برشا أو دير البرشا إيه اللي أنتجت لنا هذا الجمال الرائع والإبداع العظيم والتجربة الإنسانية الفزة اللي بتقول لنا أن مصر يا أولاد حلوة الحلوات ده يعني موضوع مقطوع به يعني من أكتر يمكن لا من 25 سنة بالزبط كنت يعني في صحيفة من الصحف اللي كنت بقى أشرف على تحريرها وإصدارها كان العيلة جلة جميلة يعني حربونا منها بعد 13 عدد يعني المهم من 25 سنة نشرنا عرض صفحة كاملة في الجورنان عن هذه القرية اللي تخلصت وأنهت وقضت على ختان البنات كان دراسة مسحية عملها مركز القاهرة لحول الإنسان وإحنا عملنا عرض لهذه الدراسة اللي قدمت إزاي إنه في قرية مصرية استطاعت أن تقضي على ختان البنات أنا أتكلم كلام ده من 25 سنة قرية قبطية مصرية دير البرش بكل ما فيها من جمال وروعة وعظمة مصرية ومتنبه مبكر وتنوير حقيقي قدرت إنها هذه الظاهرة تنهيها وتقضي عليها وقبل ما مصر كلها تحول الكلام ده القوانين الله يرحمها ويحسن إليها العظيمة نوالي السعداوي يعني اللي عاشت عمرها كله من أجل هذه اللحظات التي تنتبه فيها مصر إلى خطورة وفضاعة وشناعة وبشاعة ختان البنات ومخالفة للدين مش بس يعني مهم القرية دي بعد 25 سنة بتعمل لنا هي البرشة ودير البرشة بيعملوا لنا المجد ده لكن الحقيقة مش مجد الفيلم اللي حصل على الجائزة العالمية الكبيرة والضوء الكثيف اللي راح نحية هذا المشروع الرائع والتجربة الإنسانية الفزة ثم العمل النصري الرائع المبدع للفيلم بمخرجة الفيلم نادا رياض ويه مخرجه الأستاذ أيمان الأمير والأستاذ نادا رياض طبعا لا الأهم من هذا كله التجربة نفسها اللي من 2004 شوف الصبر شوف الدأب شوف الاستمرار شوف المثابرة تريزا الشابة تريزا اللي بدأت هذا المشروع وخليني أعتمد على مقال بديع كتبوا الدكتور محمد أبو الغار كاتبنا الكبير طبيبنا وعالمنا العظيم وفكرنا الرائع ربنا دونه الصحة وطلط العمر ونوره دايما يفضل فياض علينا مقال كتبوا في المصر اليوم عن تجربته مع فرقة بانوراما برش ومع تريزا الشابة اللي أساست وأنشأت وبعدين بعد كده اشتغلت شوية في السياسة ثم هجرت لكن أختها بقى اللي هي في عندنا أعضاء الفريق مجدى مسعود هايدي سامح مونيكا يوسف يوستينا سمير مريم نصار وليديا هارون يوستينا سمير بقى لها أخت تريزا من بعد 2011 وهي في هذه الحالة الرائعة المدهشة من تكوين فرقة بانوراما برشا قرية بتعمل فيها فرقة مصرحية فرقة مصرحية من بنات القرية مش بس كده بيعملوا عروضه من المصرحية فين؟ في الشارع في الشارع وفي الميادين جوة القرية خد بانك بالكلمة على القرية في الصعيد في المينيا عشان بتعرف المينيا كما مصر كلها المينيا دي فيها قرى بيطلع فيها شباب متطرف متسلف يحرق بيوت مسحيين علشان بيصلوا في البيت او علشان تخيلهم المريض الهوس المجنون المختل انه اصلي مش عايزين في قريةنا كنيسة في هذا الخلل وهذا الجنون وهذا التعصب وهذا التسلف وهذا التطرف وهذا الانتهاك لحقوق الناس وضرب المواطنة والطعن فيها من ظهر ومن بطن وفيه في نفس المحافظة هذا النور وهذا القلق وهذا المجد وهذه العظمة من فن وابداع بيعملوا ابناء قرية وبيواجه بيه كل مشاكل القرية ومشاكل الأسرة المصرية والبنت المصرية نور في ظلمة هنا في نفس المحافظة وفي نفس الجغرافية في ظلمة عتمة وفي نور في عتمة ممعنة في عتمتها وفي نور مبهر في ضوءه وفي لماعينه لانه احنا قصاد مواجهة فن للظلام وعشان كده هما طول الوقت بيحاربوا الفن طول الوقت التطرف والتسلف بيحارب الفن ويشوه الفن والفنانين ويطعم فيه ويحاربوا ويمنعوا ليه؟ لانه عارف كويس جدا هو اعرف الناس المتطرف المتسلف اللي بيديروا طبعا واللي شجالين في الطيارات السياسية الاسلامية ان الفن هو وحده وحده القادر على مخطبة الوجدان وتغيير الروح والوجدان والنفس فاكرين كدية الاسلام القرية اللي كانت فيها مصرحية بتعرض سنة 87 اظن المصرحية اللي هجمتها الجماعات الاسلامية اظن 88 اظن نفسها وضربت الفرقة المصرحية واعتدت عليهم وبتاعة في قرية في اسيوت ثم جاء الأسطورة الأسطورة المصرية النجم العظيم القدير الرمز عادي الامام وقرر يروح اسيوت ويعرض مصرحيته وقتها الواسطة الشجال في قلب اسيوت للتضامن مع أعضاء هذه الفرقة المصرحية اللي في القرية بتاع كدية الاسلام ويوقفهم على خشبة المصرح وسط آلاف من الجماهير علشان يتضامن معهم ويحييهم وايدهم ويدعمهم ويسندهم وتخرج مظاهرات في اسيوت تستقبل عادي الامام من محطة القطر في مشاهد يعني ترتعش لها القلوب ليه بقى كانوا بيهاجموا الفرقة دي علشان هم عايزين يمنعوا الفن من انه يبقى منور الفن هو سبيلنا للتعدد والتنوع والتعايش والتحضر أتحدى إذا كان في قرية من القرى التي شهدت حوادث فتنة طائفية فيها فرقة مصرحية لو فرقة مصرحية لو كران الغنى لو فرقة موسيقى لو في حفلات بتتعمل بفرقة مصرحية وغنائية في المدارس الابتدائي والإعدادي اللي في القرى دي من المستحيل أنا بقوله من المستحيل أن ترى فيها عنفا طائفيا ولا خروج متطرفين متسلفين بيضربوا كنيس ولا بيضربوا بيوت مسيحي مستحيل ليه؟ لأن الفن هيغير هينور هيعمل العلاقة دي اللي فيها تحضر واللي فيها مصرية حقيقية فلما يبقى شلت بنات مؤمنات بذور الفن ومؤمنات بالقدر على التغيير يتعرضنا بقى لما تقرأ يعني وتشوف تجربة يوستينا وسامير وزميلات بقى لهم عشر سنين واكتر بيشتغلوا فيه الشارع في القرى التعرض الأول بقى في الأول ليه؟ التنمر وللتهكم وللسخرية ولو محاولة إفساد العرض المصرية بتعمل في الشارع فيتجاوزنا كل ده ويبدأ الناس تتفاعل تتشارك تتضامن تحب ثم يبدأ الفرقة مش في البرشة بس لا وتتسع لقرى أخرى وتروح لسبع قرى حواليها وتبقى فيه جمعيات في مصر بتدعم النشاط الفني ده وبيتدرب وتطور وتدوم دوراته وورش والدرجة إنه بقى ندو وأيمن المخرجين ينتبهوا للتجربة دي فيروحوا ويعيشوا تقريبا ست سنوات على ما ينتجوا هذا الفيلم ويقدموه الفيلم على فكرة انتاج مصري قطري انتاج مصري سعودي كندي يعني في كذا طرف منتج يعني فالتعايش ست سنوات من أجل إنه يقدموه لنا هذه التجربة الرائعة اللي هم عملوا عدد من الساعات تصوير هائل لعدد ساعات التسجيل مع أعضاء الفرقة وبعنين استقلاص تلت تجارب فقط في الفيلم وتقديم الفيلم فيلم تسجيلي طويل ولما تقرأ نقاط الأجانب كتبين يعني الفيلم ومش المصريين مش المصريين لما تقرأ نقاط العرب والأجانب كتبين يعني الفيلم تعرف يعني الفيلم نفذ في القلب يعني احنا مش فلنهوش لسه لكن التجربة نفسها تجربة تشع نورا وتقولك انه مصر مليانة بقع نور ايه المهم والمطلوب في بقع النور دي المطلوب والمهم في بقع النور ان احنا نوصل بقع النور لبعض المطلوب ان احنا نعمل تشبيك لبقع النور دي انه ازاي البقع النور دي كل حتة في مصر كل قرية في مصر تقريبا هتلاقي فيها حتة منورة انا اتكلم على القرى على الاربع تلاف قرية مصرية هتلاقي اللي عمل بيته ومكتبة عامة ومكتبة بتاعته عمل مكتبة عامة هتلاقي هتلاقي اللي عامل عربياته وتنقلة مكتباته وتنقلة هتلاقي اللي بيعدي على كل قرية يحكي حواديت وهتلاقي الفرق اللي بتحكي حواديت وحكي شعبي هتلاقي اللي بيعلم خزف واللي بيعلم نحت هتلاقي القرى اللي بقى نص القرية غالبا وشبابها بيعملوا فني تشكيلي هتلاقي القرى اللي فيها مجغولات يدوية وبقى فيها مصانع حصر ولا ورش لصناعة النسيج والمنسوجات والسجاجين هتلاقي قرى مصر مليانة نور بس احنا مش عارفين نربط بين النور مش عارفين نكمل النور ده يبقى عقد عقد من اللي قال ليه لانه المجتمع المدني يما بيضيق عليه لانه شعر بتضييق لانه مش هيعمل ده الدولة انسى يعني غالبا الدولة مش في زيناس ثقافة اصلا ولا متصورة ان الفني حارف التطرف الا على طريقة دعائية انما الشغل في الشارع هو ده ولدنا وبناتنا وفناننا وبالمناسبة مش بس مشروعات لا علاقة بالفن والابداع مشروعات لا علاقة بالانتاج لا علاقة بالتشغيل لا علاقة بالتصنيع كل ده هتلاقي مبادرات موجودة وهائلة مش بس حكاية المشروعات الخيرية أنا طول ما نروح ندوة من الجمعيات الجميلة اللي في مصر وقولوا ان احنا بنعمل مش عارف صرف صحي لقرية كذا بنعمل مشروع مياه نقية القرية كذا من كلامة عظيم وجايه ما عملتوش مرة مكتبة ليه في قرية كذا يعني ليه النشاط الثقافي والفني ليه ما عملتوش مدرسة للتعليم الموسيقى ورشة تعليم الموسيقى يعني بالمناسبة هي بنفس اهمية مياه الصرف يعني مشروع الصرف الصح لأن الصحة النفسية والصحة الثقافية والصحة التعليمية زي الصحة الجسدية بالمناسبة بالضبط يمكن أكتر لأنه ممكن تكون جسم يعني متماسك وصحي لكن بالصالح عن النبي الدماغ ضايعة رايحة يعني أظن إحنا بنشوف الإرهابيين كلهم يعني أجسام وقدرات بدنية لكن إرهابي عملنا إيه بجسمه عملنا إيه بقصة قصة العقل الدماغ الوجدان الروح ترجمة نانسي قنقر